اشتركوا في القناة زي الاول نعمل بيوت وشرح نسأسهب بالشرح بالنسبة للابراج بصراحة انا كنت موعود من عدة اشخاص على اساس انه بدهم يدعموا القناة وعدوا على اساس انه اشخاص بدهم جهاز كمبيوتر اشي اجهزة صوت اشي بدهم يجيبوا معدات اشي وطبعا كله راح بالهوى انا تأملت خير ولكن للأسف الشديد ظروفهم ممكن هي ما سمحت يعني بعرف الواحد الظروف كيف بالمجمل يعني فما بدي القي اللوم عليهم او انه على سوء تقدير مني للظروف او اني تأملت زيادة عن اللزوم الحمد لله رب العالمين عكل حال فعشان هيك ما بقدر جهاز زي ما بعرف الجميع انه جهاز عندي ما بيتحمل اللي انا بسجل عليه فمنطر اني اسجل بنفس الطريقة ولكن ممكن اني ازيد بالشرح في بعض الامور يعني ممكن الحلقة توصل لمدة نص ساعة تقريبا كاقصى حد اما اكثر من هيك انا ما بقدر عشان هيك بتكون تعذروني ما في مجال انه انا اجيب جهاز لانه الوضع العام الاغلب بعرفه ضروفي يعني او وضعي اشهو ما في اشي مخبة يعني وبالنسبة الى وضع القناة كما هو يعني اعلانات هي اعلانات اليوتيوب بيجي اشياء بسيطة من الارباح ما بتصل في اليوم عن اربع دولار ثلاثة دولار خمسة دولار على الحلقة فهدولا ما بيعملوا اي شيء يا دوب انه اطلع مصري في الجهاز اللي انا بستأجره والمعدات اللي انا بسجل عليها اقول باقي انا بدفعوا مني فعشان هيك يعني بتكون تعذروني لهذا الموضوع اشخاص طلعوا انه انا اعمل حساب بنكي او بيبال او هاي الاشياء اه على اساس انه بدهم يدعموا القناة رحت اعملت انا فالحمد لله رب العالمين يعني كل الدعم اللي اجا اه هو اخوي لما اعمل لي البيبال تبرع باقل من دولار على اساس انه يجرب الحساب وشخص تبرع بعشرة دولار يعني اللي بدخل على البيبال اساسا بعرف قديش التبرعات اللي بتنحط لانه كلها بتتدونه بتكون مكشوفة للعامة يعني ما في شيء انا بقدر اخبيه وعلى التحويلات العادية برضو ما في اي تحويلات فعشان هيك بدكوا تعذروني تماما اه انه انا رح اضل على نفس النهج ولكن انه لما بصير في حدث معين او في خبر معين او شيء معين رح اشرح لكم اياه حاولوا انكم يعني تشعروا فيه عشان انا برضو يعني ما حسش اني انا خذلتكم في الموضوع هاو وإلكوا كل الاحترام متقدير طيب خلينا اه ندخل على توقعاتنا اليوم اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين اربعة وعشرين ايار القمر ما زال موجود طبعا حاليا موعد بث الحلقة في الميزان وهو الان القمر في منزلة الزبانة وهي الفساد والقطع والمشاكل رح يمكث فيها حتى تمام الساعة ثمانية وخمس دقائق مساء من مساء الليلة اللي هي موعد بث الحلقة اللي هي الاحد رح يظل فيها بعدين بدو ينتقل لمنزلة الاكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد بما ان القمر رح يظل ساعات الصباح موجود بالميزان فالتأثير رح يظل على جميع الابراج بهاي الفترة انها بتظلها هاي فترة عاطفية للتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجيين لها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر من ميل الاسترخاء بجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية موسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة واعادة تزيين البيت او المكتب وقتنا حاجية جميلة طبعا بالنسبة للزوايا حكينا انه يوم امس انه في زاوية قبل خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي رح تكون في تمام الساعة التسعة وستة وثلاثين دقيقة مساء بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين من من حولهم من الاصدقاء ومن افراد العائلة طبعا هاي الزاوية على وقتها اللي هو الساعة تسعة وستة وثلاثين دقيقة مساء بيبدأ خلو المسار وخلو المسار هذا رح يستمر بعد منتصف الليل اللي هو ليوم الاثنين الساعة ثلاثة صباحا وهذا بيعني انه الفترة المذكورة من الساعة تسعة وستة وثلاثين دقيقة لغاية الساعة ثلاثة صباحا هاي فترة نحسة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر زي ما حكينا انه الساعة ثلاثة صباحا بتوقيت جرانيتش بيكون استقر في برج العقرب ولما بيستقر في برج العقرب تأثيره رح يكون على جميع الابراج انه منكتسب شوي من صفات برج العقرب او بتأثر علينا بعض صفات برج العقرب على جميع الابراج فهاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب انه سيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن انفجر في من حولنا تحت وطء ضغط عاطفي محبط ووسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم وامرات واتخاذ قرار حاسم او شراء بيت في زاويتين رح يصيروا اللي هم ما بعد خلو المسار اللي هم خلال يوم اليوم هي الزاوية الاولى زاوية التثليث ايجابية بين القمر والمشتري وهي رح تكون الساعة اربعة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الاخيرة هي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة واربعتاشر دقيقة مساء بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا بما ان القمر رح يكون موجود في العقرب بمعناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء خمسة وعشرين خمسة رح يبدأ في تمام الساعة تسعة وتسعة عشر دقيقة مساء ورح يستمر لليوم التالي اي لليوم الاربعاء ستة وعشرين خمسة حتى تمام الساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا لينتقل القمر بعدها لبرج القوس اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المكتمل تلات عشر يوم في تمام الساعة تنتين وتسعة عشر دقيقة ظهرا بيصبح القمر اربع عشر يوم نسبة الاضاءة بتصير تسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعة الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة منتحسة بنسبة عشرة في المية اما بالنسبة للقمر اللي موجود في الميزان وبدأ ينتقل للعقرب في ساعات الصباح طبعا ورح يظل في العقرب لليوم ستة وعشرين خمسة سعيد حتى ساعات الظهر بعدين بيصير منتحس ولكن نسبة السعادة والانتحاسة هي خمسة عشر في المية اما بالنسبة العطارد في الجوزاء حتى يوم تسعة وعشرين خمسة سعيد بنسبة ستين في المية طبعا عطارد بلش يعطي تأثيراته على اساس انه بدي يبدأ بعملية التراجع فعشان هيك الفترة القادمة شوي رح يكون في بعض التأثيرات اللي لها بعطارد من معاكسات الكترونيات او اعطال اما بالنسبة لزهرة في الجوزاء حتى يوم اثنين ستة سعيدة بنسبة خمستعاش في المية المريخ في السرطان حتى يوم احداعش ستة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشرين ستة بعدين ببدأ عملية التراجع سعيد بنسبة خمستعاش في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احداعش عشرة وذكرنا تأثيرات زحل وتراجعه في حلقة الامس هو منتحس بنسبة أربعين في المية اورانوس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمستعاش في المية نيبتون في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة بعدين ببدأ عملية التراجع سعيد بنسبة خمستعاش في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة خمستعاش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بيتركز الاهتمام كله حول تدعيم شراكاتكم اللي هو من الآن موعد بث الحلقة لغاية الساعة ثلاثة الصبح بدكوا تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف آخر يعني يحاولوا انكوا تنظموا شؤونكم اللي هي ما بينكم وبين الشركاء بشكل عقلاني بدون عصبي في ساعات الصباح يبتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية بصير التركيز على الوضع المالي بشكل أكبر أهم إشي إنكم ما تهملوا صحتكم ممكن تقلقوا على صحة أحد الأحبة بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك أفضل من الأيام الماضية لأن القمر بتحرك درجة أو برج أو بيت عن مقابلتك فعشان هيك بتخف الضغوط عليكم اليوم ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب أهم إشي إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار برج الثور واصلوا عملكم اللي بدأتوا فيه من قبل وما تبادروا لعمل جديد أهم إشي إنكم ما تهملوا صحتكم القمر ما زال موجود في البيت السادس بضغط على العمل وعلى الصحة لغاية ساعات الصباح بعدين بدوا يتحرك ويصير مقابلكو تماما لما بكون في العقرب فعشان هيك بكون إلو بوضعيته هاي إيجابية وإلو سلبيات فالإيجابية إنه بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية وبتكون الأمور جيدة حتى للمصالحة ما بين الأزواج برضو بتكون جيدة ولكن إنه طاقتك بتكون ضعيفة في هاي الفترة لأنه القمر بما إنه مقابلك بدو يسحب من طاقتك فبتتعقد الأمور وبتطرأ بعض البلبلة أهم إشي إنك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحذر بدون عصبية حاذر القطيعة والدعاوى القانونية في هذا اليوم وبرضو بدك تنتبه لأنه خصمك في هاي الفترة بكون قوي والعراقيل ممكن إنها تستفزك برج الجوزاء بوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحباكم الأجواء بتظله إيجابية عاطفيا وماليا حتى على المستوى الجمالي لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بدو يتحرك بدو يصير في البيت السادس فهونا شوي بدو يضغط على أمور إلها علاقة بالعمل وأمور إلها علاقة بالصحة فهونا بدك تنتبهوا لعملكم إنجزوا أعمالكم بالكامل ممكن تتراكم بعض الأعمال عندكم وبدك تنتبهوا على صحتكم ابتتزام من الواجبات في هذا اليوم يعني ممكن يصير أكثر من عمل في نفس الوقت ما تقدروا تنجزوها بالكامل فتضطر إنك تعمل وقت إضافي فعشان هيك حاول تنهي أعمالك وحاول تبعد عن أي مشادات كلامية أو خلافات ما بينك وبين زملائك بالعمل حاذر من المشاكل الصحية إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج السرطان اتجنبوا إدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت الأجواء ما زالت ضاغطة على مور إلها علاقة بالبيت والعائلة في نوع يعني شاحن الوضع العائلي بشكل كبير أو مربك أو مقلق في ساعات الفجر بتبلش الأجواء تتحسن بشكل أفضل من ساعة الصباح القمر بصير في البيت الخامس اللي هو بيت الحظ والعاطفي فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم إشي أنك تلطف في الأجواء حاول أنك تترجع العلاقات لطبيعتها تعمل مصالحات اليوم ممكن تنال ما بترغب وتنتصر على كل الاعتبارات وبرضو ممكن تحل المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة بالأيام الماضية هاي فترة إيجابية فحاول أنك تستغلها بالكامل وما تضيعها من إيدك برج الأسد طبعا اللي بده يتقدم لامتحان أو عنده مقابلة اليوم خصوصا لغاية ساعات الصباح بده يستعد بشكل جيد انتبهوا أثناء حواراتكم ونقاشاتكم لأنه ممكن عصبيتكم تكون موجودة وممكن يصير خلاف مع أحد الإخوة أو أحد الجيران إذا كتكون حذر وانتبه برضو للأجهزة الإلكترونية والسيارات في ساعات الصباح بتفضلوا التركيز على حول ومصالحكم البيتية والعائلية الأجواء بتصير عائلية بالكامل بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أنك تتجنب توابيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أهم شيء أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك في هاي الفترة بدون عصبية وبدون فرض الرأي وبدون العنادة هاي فترة مناسبة للسفر ومناسبة للاستثمار وخصوصا اللي إلو علاقة بالعقارات أو بالشؤون العائلية برج العذرة طبعا بدكوا تظلوا دايرين بالكم من أي خطوة مالية جديدة لغاية ساعات الصباح أهم شيء يعني ما تسمح أو ما تنجر وراء شراء حاجيات ثمينة إلى غاية ساعات الصباح لأجواء ما بتساعدك نهائيا أو ضدك وحاول أنك تنظم أمورك المالية بشكل جيد في ساعات الصباح بصير عندك نشاط كبير وتنشط في أمور العلاقة بالاتصالات بالتنقلات بشكل واضح بيكون لك برضو نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر عندك النشاطات حسب حق الاختصاصك يعني اللي بيشتغلوا مثلا في التجارة بينشطوا في أمور التجارة اللي بيشتغلوا بالاتصالات نفس الشيء اللي بيشتغلوا بالتسويق نفس الشيء اللي عندهم مثلا ربات البيوت اللي ما بيشتغلوا بتلاقيهم فتحوا ورشات داخلية للمنازل تصليح وترتيب ومور عائلية بتكون لك لقاءات عديد اليوم وباستطعتك الدفاع عن حقك والتحبير بوضوح وصراحة عن مواقفك ولكن ابتعد عن الانتقاد والعصبية أهم شيء إنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتظلك مسيطر على الوضع لأمور أحسن وشخصيتك ونفسيتك أفضل أهم شيء إنه مع هيك لغاية ساعة الصباح ما تبادر بأي عمل جديد بل واصل بعملك الاعتيادي في ساعات الصباح بتتركز كل اهتماماتك على الوضع المالي فعشان هيك بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء إنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وبرضو لا تبالغ بمصاريفك كون معتدل موضوعي في النقاش والمساومة ممكن اليوم تهتم لبعض الأمور المالية أو الاستشفائية أو ممكن بعضك يحصل على هدية أو نوع من أنواع الدعم أو إلو بعض الأموال مش قادر يحصلها اليوم ممكن يصير فيه مطالبة أو تحصيلها أو نوع من أنواع الدعم المالي برج العقرب طبعا الأجواء ما زال القمر بما أنه موجود في الميزان معناته التعب بديوا يظلم سيطر عليكم لغاية ساعات الصباح فعشان هيك من الآن لغاية ساعات الصباح بتكن تنجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم وحاولوا أن تخلدوا للراحة قدر الإمكان وتراقبوا غذاكم وصحتكم بيطرأ التغيير للأفضل على صحتكم في ساعات الصباح وخصوصا أن القمر راح يتواجد عندكم فبتستعيد حماستك بشكل واضح وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنغلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك إذا اهتميت وركزت فيها بشكل جيد أهم شيء أنك تضبط عصابك بس من الانفعال والعصبية برج القوس طبعا اليوم بتكونوا حذرين الآن الأجواء جيدة ما زالت ما بينك وبين الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية أهم شيء أنكم ما تعتمدوا كثير على وعد بيقطعوا لكم أشخاص أو أحدهم ممكن بوعدك بشيء اليوم ما محتمل أنه ما يوفي بهذا الوعد طبعا الأمور بتظلها النشاط ما بين الأصدقاء لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بيصير بالعقرب اللي هو بيت متاعبكم فبتكون تنتبهوا خلال الأيام القادمة لغاية ما يوصل القمر لعندكم بتكون تنتبهوا لصحتكم أهم شيء أنك ما توقع على عقد ما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء جديد عشان ما يخيب أملك لأنه ممكن تتعركس الأمور وما تمشي الأمور مثل ما بدك وحاذر من البلبلة وحاذر من الالتباسات برج الجدي طبعا بيظل الأمر ومركز على الأمور اللي إلها علاقة بالأعمال أو بالعمل فعندك نشاط وحركة اليوم أهم شيء أنك لغاية ساعات الصباح ما تبدأ بعمل جديد بس العمل الاعتيادي وحاول أنك تحافظ على سمعتك من ساعات الصباح طبعا الأجواء بتتغير بشكل كبير ممكن تلتقوا لأصدقاء بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك لأنه ممكن اليوم تجد حليف بيدعم تصوراتك وبرضو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أهم شيء أنك ما تستسلم إذا كان عندك أمر معين حابب أنك تتمموا خلال هذا اليوم إذا ما مشى من أول مرة كرر المحاولة مرة ثانية بتلاقي الأمور إن شاء الله مشت برج الدلو اللي بيتقدم لامتحان أو عنده مقابلة أو عنده سفر من الآن لغاية ساعات الصباح بده يركز بشكل جيد على كل شيء بيتعلق في الشيء اللي هو مقدم عليه طبعا الأجواب الظل جيدة بالاتصالات والحوارات والنشاط لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح القمر رح يتحرك يصير في بيت السمعة فتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخطع لعدة تجارب مهمة أهم شيء إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي ممكن تحمل بعض القلق أو بعض التوتر فعشان هيك حاول إنك ما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين خلال الفترة هاي عشان ما تشوه سمعتك برج الحوت طبعاً بدكوا تتجنبوا أي شراكة مالية وتتفحصوا حساباتكم المشتركة تنتبهوا على أموالكم من السرقة ومن الضياع أو من بعض المحتالين خففوا من النفقات قدر الإمكان لغاية ساعات الصباح في ساعات الصباح الأجواء بتصير إيجابية ودعمة بشكل كبير للكم بتنشغلوا في مسائل الهلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو عندكم امتحانات أو تنقلات يعني كلها بتتركز على ما يتعلق بالبيت التاسع هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان كمان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة بالفترة هاي ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخد تجربة جديدة برضو جيدة لأمور إلها علاقة بالسفر هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء